في الفترة الأخيرة يمكن زادق بال الكويتين لشراء العقار خارج الكويت لطبعاً أغراض متعددة فنشوف صار فيه شراء في دولة الماركة العالم المتحدة في تركيا في لندن في أمريكا وغيرها طبعاً من دول العالم شراء العقار والاستثمار فيه أساساً يختلف تماماً عن أي مجال آخر خاصة بأن هناك العديد من الأسس والاشتراطات والعوامل التأمينية اللي المفروض أن الواحد يدير باله قبل لا يشتري مثل هذا العقار بالتأكيد شراء العقار في الخارج أو الاستثمار فيه لا اشتراطات وأسس تجنباً لأي مشاكل مستقبلية علشان شديد رح نتكلم هذا الموضوع اليوم مع ضيفتنا الأستاذة بشاير علي الهندي وهي خبيرة عقارية رح تكلمنا عن شراء العقار في الخارج وتحديداً في انجلترا تقرير صغير ونرجع لهذا اللقاء نرحب من جديد في ضيفتنا الأستاذة بشاير الهندي صباح الخير صباح النور شوقتين نسافر في البداية أنا بنتكلم عن الوضع الحالي للعقار في انجلترا تحديداً حالياً فيه وايد ناس متخوفين كانوا بالشراء العقار من سالفة البريكسيت خروج أوروبا من بريطانيا بس لندن أو بريطانيا بشكل عام دولة عظيمة الحين حالياً الوضع الشراء في بريطانيا حسب المنطقة فيه ناس يعني قاعد يشترون الحين اللي قاعد نشوفها على محيط لندن مداخل لندن الحمد لله الوضع تمام الحين الناس يعني مستقلين فرصة الباوند نزول الباوند نعم 20 في العقار تقريباً الباوند طايح 20% فهذا يشجع أن الواحد يشتريه ويستثمر في العقارات حالياً في بريطانيا صحيح أستاذة بشاري يمكن من عمر الكويتين يروحون لندن والبعض يتملك عقارناك أبي في الفترة الأخيرة قلت يمكن حضرت شكان فيه بعض التخوفات وشهدي بس بشكل عام التوجهة الاستثمارية في بريطانيا قاعد تصير في صعود يعني وايد زين تمام نحن حالياً في هذه الفترة الأخيرة اللي صارت من شهر ثيمانيا اللي طاف وايد شفنا أن الكويتين قاعد يشترون العقارات في بريطانيا مو تحديداً في لندن نعم في نورث انجلند نسميها نفس مانشستر ليوربول هالمناطق نعم لأن الوضع الاستثمار الناس اللي بيستثمر في بريطانيا مو شرط سكن له حالياً يفكر فيه للمدل البعيد يعني الخمسة سنين لجد دام عشر سنين لجد دام لأننا نشوف نمو عالي بالذات في شمال انجلترا نعم وعادة الظاهر حتى الاقتصادي في بريطانيا مستقر نسبياً فبالتالي ما ينخاف على العقارية بالضبط هو فيه استيباليتي في بريطانيا حتى لندن لندن الحين حالياً الوضع شوية هدى السنوات اللي طافت شفنا سبيك عالي في لندن الحين هدى شوي استقر ضواحي لندن في زون 2 زون 3 زون 4 نشوف فيه نمو لأن النمو الأسعار أو نمو العقار بشكل عام من الخدمات الحوالي فتهد الحين بريطانيا قاعد يبنون قطار يديد مثل اللي يسمونها إليزابت لاين كروس ريل فهذا قاعد يرفع سعر العقار فالناس قاعد يشتري بهالمناطق اللي فيه تطورات يديدة من الانفرستركتور ومثل ما قلت الخدمات هي أهم شيء خاصة إذا كان سكن يعني رح يكون لكن الأهم هو قوانين شراء العقار تدري أن تختلف من بلد إلى بلد واعتقد في بريطانيا لهم قوانين خاصة فشنو هذي القوانين لشراء العقار هناك؟ وايد من الناس بالذات الكويتين عبالهم أن شراء العقار في بريطانيا شيء صعب جدا وايد سهل في بريطانيا أي أحد ممكن يشتري بس لازم تكون فوق سنة ثمانتعاش مو لازم تكون مقيم مو لازم يكون عندك جنسية بريطانيا من أي جنسية بشكل عام ممكن تشتري العقار بس لازم يكون عندها المبلغ والشروط أني لحنتكلم فيها بعدين أنه شون تشتري العقار هناك طيب شل الأشياء اللي المفروض الواحي يدير بالها قبل لا يفكر بأنه يشتري العقار في بريطانيا لا تعتمد على اللي قاعد يبيع لك العقار لازم أنت من نفسك تسوي الريسيرج لازم تفهم الدولة قوانين الدولة ضرائب اللي بالدولة لأنه وايد ناس عبالهم لما تشتري العقار نفس الكويت ما في ضرائب ما في شي بس لأ في ضرائب سنوية في ضرائب سنوية في ضرائب تدفعها قبل ما تشتري العقار دورينج أو قبل ما تشتري العقار لما تبيع العقار حتى إذا جرت الظاهر في ضرائب صح أكيد وتختلف نسبتها على حسب الحالة حسب سعر العقار وحسب المدخول اللي قاعدية في عدد أنواع من الضرائب اللي في بريطانيا وهذا الشيء بالعكس هذا الشيء من صالح اللي قاعد يشتري إنه يحافظ على المستثمر بالتأكيد أبي أرجع لي أن في ناس تعرف أن القانون بريطانيا للتملك يمكن له سنوات معينة بعدين يعود العقار أو الأصل إلى الدولة فمما أنت صحة هذا الشيء وأيضا شنو الإجراءات أو الشروط أو المستندات اللي لازم تكون جاهزة عند الشخص قبل ما يستثمر أو يشتري عقار إنزين من ناحية أو من أول سؤالتش في شيء اسمه ليسهود في شيء اسمه فريهود الفريهود تملك حر فريهود عددهم يكون بيت معنات أنه شنو؟ أنك أنت تملك العقار نفسه وتملك الأرض نعم والليسهود يكون أنت تملك العقار بس أنت ما تملك الأرض لازم تقولي الليسهود حاليا الليسهود يسمونه فريهود لأنه صار 250 سنة 999 سنة وليك الحق تجدد الفريهود الليسهود فمعظم الناس عبالهم أني فيه ناس يقولون لا شققتي إياه فريهود لا عادة في بريطانيا الشقق دائما يكون الليسهود ممكن يكون شيرد فريهود إذا شقق المبنى في ثلاث شقق أربع شقق بس ما يكون المبنى في عشرين شقق هذا شيء يوضح في العقد يعني المستثمر أكيد أكيد أبس أبعرف شنو المستندات اللي ممكن لازم يكون يعني معاه أو الشروط اللي لازم تكون موجودة للحصول على العقار أنت حينما تشتري العقار في بريطانيا لازم مجبرا توكلين محامي بريطاني آه لازم لازم وكل إجراءاتك أو ما في بريطانيا تقدرين تسوينا كلها في الكويت ولكن لازم المحامي يكون بريطاني يكون موثق من الدولة نفسها هل هذا يتم التنسيق مع مكاتب محامات في الكويت ولا شنو أنا أوصل حق محامي في بريطانيا مثلا في وائد شركات عندهم محامي بريطاني هو يكون لازم يكون عنده سرتيفيكيشن من بريطانيا من الحكومة معتمد من حكومة نعم نعم فإذا هو في الكويت عنده معتمد في بريطانيا ممكن تستخدمها أو يكون انترناشنال لوير أوكي ويسمون المحامي هناك سوليستر نعم وممكن تشوفها هم بالانترنت هو حلو في بريطانيا إن دولة شفافة كل شيء كل شيء تبيت حرف عن العقارة وشراء العقار موجود online بضبط فإنت لما توكل المحامي بريطاني وهو رح يكفي معك شروط لشراء العقار فمن الشروط إن أولا توكل المحامي ثانيا المحامي المحامي رح يطلب منك عدد من الأوراق أولا يجبون proof of identity يسمونا فصورة الجواز تكون موثقة بعدين يجبون يعرفون proof of address اللي هو العنوان وثلاث تشر كشف حساب من البنك اللي انت في من البنك ليش لأن مهم لازم يعرفون أن الفلوس اللي قاعدت شفيف بريطانيا نظيفة نعم نعم فهذا الشروط بس هذه الشروط أول ما يشوف المحامي يتشيك الأوراق يبلش بالشراء العقار أو الإجراءات ولازم أروح شخصيا عن شرس بعدين مثلا نوقع العقد وتشذي ولا ممكن نوقع لأحد بالكويت هو العقد العقود كلها تجيك بالإيميل آه أوكي تمام فكل شي تسوي بالكويت تبي تشتري عقار تبي تبيع عقار تبي تأثث تبي تأجر كل شي ممكن تسوي وانت قاعد بي شون تطمن حق خنقول الوسيط اللي موجود في الكويت يعني عشان عرف أي مكتبة تحامل معه شو المفروض أشيك في بريطانيا أساسا أنت لما تشري العقار ترى الوسيط ما لشغل المحامي أنت الإجراء بينك أنت وبين المحامي وبين المدور نعم مفروض ما يكون فيه وسيط الوسيط ممكن يساعدك أنك تنقل العقار أو ينصحك شنو تشتري ولكن الوسيط ما لأي علاقة في العقار اللي أنت كتشتري إذن الأفضل أن يباشر بنفسي مو شرط بالعكس في ناس الوسيط يمكن يكون عنده المعلومات اللي يازم يعني تعرفها قبل ما أنت تشتري الضرايب شن المناطق الزين التي تشتري فيها شنو حوالي المنطقة في وقت الناس يشترون عقار مرايحية من قبل مانشستر مرايحية من قبل صحيح فيقول أن يشتري يتطمن لما يكون الوسيط رايح وشايف وشيك العقار يعرف من المطور يعرف من المحامي يعرف وين قاعد يشتري حيموني هل تشري مانشستر أم لندن يعني شان شي بسألها وأكيد وائد من المشاهدين اللي قاعدهم نفس التساؤل هذا أنا بشتري ويروح نيو كاسل الأسعار شلون الأسعار وعلى أي مدى أنه يعني هل بالنسبة للمساحة للمنطقة شنو شروط الأسعار نزيل نحن نتكلم وشي عن لندن لندن بشكل عام دائما لما تكون العاصمة فيها تعدد كبير الجنسيات أي تكون أغلى كل ما أنت تقرب بالسنتر كل ما راح يكون أغلى فلندن حاليا نحن نتكلم شون نحن نقيسها تقريبا كل القرفة مليون باوند فتحسبها تشدي تبي قرفة مليون هذه داخل العاصمة الغرفة اللي هو زون وان سنتر لندن اللي نعرفها نعم لما تبعد شوية زون 2 زون 3 الأسعار تبلش تقل أقل فتحصل قرفة هاي النوم ممكن على من 450 ألف باوند لغاية 550 وصاعد تطلع بعد شوية بره لا تطلع بعد شوية بره زون 3 زون 4 تحصل من 440 وطالع تطلع شوية بره تحصل على 330 فكل ما أنت تبعد عن السنتر كل ما يكون الأسعار أقل أغزي أرخص وبالنسبة لما تروحين فوق على سكوتلندا وما سكوتلندا الآن لما تطلع بره على شمال إنجلترا الأسعار تختلف تماما من لندن يعني حين في فالكزامل خنقول مانشستر وليفربول الأسعار تبلش نقول بالكويتي من 50 ألف دينار كويتي لغاية 100 ألف دينار كويتي طيب شلون أنا أخذ فكرة أكثر عن موضوع الضرائب لأن أنت مثل ما قلت هو مو مثل بعض الدول العربية عندنا أن شريطة القارو خلاص أكيد فيه ضرائب سنوية شلون أخذ فكرة أكثر عن هذه أو خنقول المعدل إذا عنديش فكرة هو الضرائب يعني فيه ضرائب لازم نتعرفها اللي هو الستاندرد الآن لما تشتري عقار في بريطانيا فيه شي يسمونه ستامب دوتي لان تاكس ستامب دوتي لان تاكس هو تسجيل العقار حق الحكومة الرسوم هذا مرة واحدة مرة واحدة تندفع لما تكمل أول ما تشتري العقار بضع وبعدين أقو ما تشتري العقار فيه ضرائب سنوية اللي هو الكونسل تاكس ضريبة البلدية السيرفيس شارج اللي هو المينتنس مال المبنى الأفرج مالها كمعدل سنوية مش كثر ما بين إلى على حسب وين تشتري حسنا نتكلم لندن من خمس تالاف باوند لغاية عشرين ألف باوند حسب وين قد تشتري لما تطلع بره نفس مانشستر وليفربول شمال إنقلترا أو يعني الجنوب تشوف يعني من ثلاث تالاف باوند لغاية خمس تالاف ست تالاف باوند فيه بعض ضرائب ثانية أكيد ولا هذه هي فيه بعد بعد شنو فيه فيه ضرائب لما تشتري العقار فيه ضرائب وانت تملك العقار وفيه ضرائب لما تبيع العقار أوكي وفيه ضرائب ورثة يعني الموضوع هذا ويد كبير يعني حتى لو ببيع العقار هم راح أدفع ضريبة بعد إذا أنت ربحان إذا أنا كنت ربحان في المودة اللي كان عندي العقار صح أوكي يسمونه capital gains طب وإذا أجرته هم أدفع أكيد فيه ضريبة الدخل إيه اللي هو ييد الدخل من المؤجرين صح هم أدفع ضريبة أكيد هو شرائح طبعا عندما الدولة تشوف انت شم قاعد تطلع بس فيه بريطانيا يعني هو ما لمشغل برا فلما يشوفون انت شنو قاعد تطلع فيه شريحة إذا طفتها شريحة تدفع المبلغ الفاني النسبة الفلانية طفتها شريحة تدفع النسبة الفلانية والتأجير يصبح تعمل مباشر بيني وبين المؤجر أم لا أقدر أخلي عن طريق مكتب أو وسيط أو محامي نفس هو فيه مكتب يسمونه management company هم يديرون العقار فأنت تديرين يعني توكلين شركة نعم يأجر لك العقار ويصاول لك الإجراءات هذه كلها فيتيتش الإنفويس بالإيميل طيب يعني يكون بالكويت ما نوصل حق شركة أثق فيها لأنني أسلمهم عقار وأنا مو هناك وهذه أنا سمعت من البعض أنه أحيانا تم التلاعب الأرباح والمدخول وغيرها وبالتالي يضطروا أنهم يبيعون عقار وهم خسرانين الكويتين اللي شعروا مثلا فشون نوصل حق شركة معتمدة معتبرة محترمة تدير عقاري في الكويت في لندن حق العقار اللي عنديها في لندن في وائد شركات اللي حلو في بريطانيا أنه ما في تلاعب يعني أعرفت الحكومة هناك ويد ستركت ويد تايت وكل شي في في متابعة دقيقة أكيد فلما أنت تروح هناك أو تروح حق المطور أو تروح حق الوسيط اللي هناك رح ينصحك بس يمكن شنو ما رح ينصحك كامل التفاصيل فعلا لأن هناك كل واحد لا رول يعني المستشار الضريبي لا رول المحامي لا رول دور معي فأنت أحسن شيء الممكن تسوي ترد حق المحامي محامي هو يشيك الأوراق يشوف كل شيء أوكي وتكمل إجراءاتك طيب من خبرتك قبل أن نختم اللقاء تنصحين بأننا نروح نشتري عقار في لندن حق الكويتين مثلا بشكل عام أكيد مو علشان أنا أني أشتغل في هالمجال ولكن احنا قاعد نشوف النمو الأسعار قاعد ترتفع فيه فرص وائد حلوة في بريطانيا مو شرط لندن لندن يعني جميلة وأنا وائد أحب لندن بس فيه وائد مدن خارج لندن أيضا طبعا شكرا جزيلا جزيلا الأستاذة بشاير علي الهندي خبيرة عقارية يلتش العام فيه تشرف نفيش ونكمل معكم إن شاء الله أيضا فغراصة الخريكويت احنا وياكم إن شاء الله إلى الساعة التسع إلى ربع رح نتكلم عن عبد الرضا الرمان الرمان طبعا فاكرة جميلة جدا كغيرها من الفواكه والخضروات لكن المهم فيها أنها مصدر جميل للألياف والسكريات كذلك وتمتاز طبعا بالطعم الحلو والقشرة الخارجية فيها بعض الكيمويات النباتية تساعد على الشفاء تدخل فيه علاج الكثير وتركيبة الكثير من الأدوية نتعرف أكثر عن الرمان في هذا التقرير وتزلوية جزيزية جزيزية و晩晩 وسيا انا شكرا